استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد الذي تصحبه تحديات كبيرة مرتبطة بانتشار جائحة كورونا اجتمعت اللجنة الطبية التنفيذية في بلدية الجفرة للوقوف على مختلف الإجراءات الاحترازية التي تم إعدادها وسبل تنفيذها يأتي ذلك لمكافحة الارتفاع ترضي عن مستوى الإصابات النجمة عن الفيروس في أماكن التجمعات الأكثر ازدحاما والكليات والمعاهد العليا إضافة إلى المساجد الإجراءات الاحترازية التي منشانها مجابهة فيروس كورونا المسجد في المؤسسات التعليمية التابعة لبلدية الجفرة ومدى جاهزية هذه المؤسسات ومدى توفر المستزمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المسجد سواء كان من الكمامات من المطهرات من المعاقمات من أحواض الغسيل من توفر عدد من المشرفين الصحيين والخصائيين الاجتماعيين تطرقنا في هذا الاجتماعي لعمل دورات تدريبية مع فرق الرصد والتقصي والمشرفين الصحيين والخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية الاجتماع ضم عددا من المسؤولين في القطاعين التعليمي والصحية في مدينة هون وناقش الحاضرون مختلف الصعوبات التي تعرقل إتمام تنفيذ الخطوات الاحترازية لمجابهة الفيروس وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون على التزامهم بكل التعليمات والحرس على فرض تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية داخل جميع هذه المؤسسات التعليمية حيث ستتم متابعتها من اللجنة الطبية التي ستتخذ الإجراءات الصارمة في حال ثبوت أي تهون من أي مؤسسة